لازل هناك البقية المشاركين يسيرون اتباعا إلى نقطة النهاية ولكن الفوز تحقق هناك تعرفنا على الأسماء الفائزة بهذا السباق سباق 10 كم في انتضيار سباق 21 كم أي سباق نصف الماراتون والذي يسيطر عليه سيطرة مطلقة البحريني الجنسي المغربي الأصل العباسي الذي هو يتزعم سباق منذ دقائق كما ذكرت معنا صباح صيبي من دوبة وزارة شباب والرياضة على مستوى هذه المنطقة كنظن أن كنتي المعلي الأولى بهذا السباق لأنه شأن الرياضي في هذه المنطقة كنظن أننا عشنا عرص بمعنى الكريمة خلال هذا الأسبوع بالفعل سيح حسان مدينة بركان أو إقليم بركان بشكل عام يعيش عرصا رياضيا بامتياز فعلى امتداد يومين عيشنا هذا الحدث التاريخي الذي يرسخ ولا شك قيم الرياضة على مستوى الإقليم فمن خلاله تمت تعبئة جميع الساكنة المشاركة مكتفة كذلك بالأمس فقط عيشنا صبيحة مع المرأة وعلى همش نصف المراتون عيشنا صبيحة لفائدة المرأة البركانية ومرأة جهة الشرق حيث تمت هذه الصبيحة بحضور مجموعة من الوجوه الوازنة كسيدة نوال متوكيل سيدة مريم بن صالح وعملنا على تأسيس جمعية تعنى بالشأن الرياضي النسائي إذن الإشارة فقط هناك يعني إقليم بل كان أضحى إقليما رياديا بامتياز فمنذ أن كانت زيارة الملكية لهذا الإقليم 2012 يعني عرفنا مجموعة من المشاريع انطلقت مجموعة من المشاريع الريادية ومجموعة من المشاريع الريادية والشبابية بحيث تم التغطية الشاملة للإقليم فيما يخص مركبات السوسيو الريادية للكرب المندمج كان يريد أن أول هو تقوية البنية التحتية الريادية والآن نشتغل على العنصر البشرين بحيث نكون في إحداث جوء من المدارس الريادية لنسق الموضبها على ذلك من خلال مدرسات مركز التكوين الذي سيعرفونه بعد الأسناء وهو الثاني مركز تكوين على السعيد المتابع واش العنصر النسوي اللي كنتو مشاركين في التنظيم واش بالنسبة للعنصر النسوي من خلال الجيل اللي تم على مستوى البردقة واش كان حضور نسوي في هذا السباق واش كتلاحظوا بأنه العنصر النسوي كان عنده اهتمام بهذا النصف الماراتون كيف كتلاحظوا سيحة سنهونك اهتمام كبير بالنسبة للعنصر النسوي بالأمس فقط كانت الريادة حكرا على بيجال اليوم بفضل هذه الأنشطة كانوا لاحظوا المرأة سيئة والجد سباق والجد سباق نصف ماراتون للأمس ولا اليوم نتمنى أن من خلال الجمعية التي أسست البارحة والتي ستحدى بالعناية عناية البطلة الأولمبياء سيدنا والمتوكيل والعناية سيد هشام القروج وسلطات المحلية نتمنى من خلال الجمعية سيعني للمرأة النساء المرأة بإقليم بركان وبالجهة بشكل عام ستليج هذا الميدان الذي كان حكرا على الرجال نعم أصبح للمرأة على مستوى تدبير رياضة وأيضا على مستوى الممارسة الرياضية كنظن أنه كان حضور كبير نعود لمواصلة سباق نذكر فقط أنه شفيق الحسيني فاز على مستوى البعاقين في سباق عشر كيلو مترات وهذا شفيق الحسيني كنظن أنه من الأبطال لدائما كان قوحات في كل مدن هناك المشاق ديال السفر المشاق ديال السفر وفي كل منطقة كتلقاء يشارك ويحقق أرقام قيادة سواء السباق فمن طبيعة الحالة شافيق الحسيني فهو يكون يتواجد في جميع السباقات الوطنية ومثل مدينة بركان فمدام انه يفوز بهذه السباقات صعيد الوطني فاليوم هو في بلاده فمن طبيعة الحالة كل الظروف لانه كان قريب من المسافر مواله لانه دائما شافيق تعاني من مسكين ذلك السفر دياله وركيبة مسافره ولكن الحمد لله كيتوفق فات السلف دياله ديال الجري فتبرك الله عليه دولي من كل نعم بما يتطلب اولا من جهد بدني وايضا جهد على مستوى الامكانية لكيتكلف فيه شخصيا ما كين محتضين ما كين تشي حاجة كانتنا دول الاساس اذا دائما نوصل السباق العباسي في المقدمة اذا استاذ صباح طيبي الان كسؤال اخير بالنسبة لكم الان شنو اللي غيكون كعمل بعد هاد لصف الماراتون شنو تبقى كوزارة وصية شنو كتديرو باش دائما يبقى هاد الفعل ديال اليوم انه مشي نشاطي ودال اليوم ولكن يكون ايضا عنده امتداد على مستوى المستقبل لا سمحتي استحاسا انه كان هنا اقليم بركان كان هنا اقليم بركان بشكل خاص على انه رجع اقليم رياضي بامتياز لا فيما يخص البنية التحتيات ولا فيما يخص النتائج المحصل عليها بحيث المتائج لا فيما يخص كرة القدم جميع التخصص جميع الديسيبليم لكن المقدمة في الصفوة اذا كان هنا اقليم نتمنى على انه يستمر ويعطي هاد يعني المركبات الرياضية والبنية التحتيات وكان شكر من خلالها جميع الشركاء من بينهم مبادرة الوطنية تنمية البشرية الجماعات المحلية وزارة الشباب والرياضة ينخرطوا بالفعل من خيرات فعلي في هاد الانجازات هذه نتمنى الى انها تعطيل اقليم ديالها وانتمنى وإلى في العشرية المقبلة سنشاهدوا ابطال مثل هشام القروج ومثل نوى المتوكين من خلال اقليم بركان اذا ان شاء الله وكنشكرك وتشاهدوا كذلك بطلة من البطلات على مستوى الاقليم في حجم هشام القروج ونشاهدوا انه المرتقة الشرقية عموما يكون فيها ابطال يمكن يحقوا الانجازات دياله ابطال اربع بقع اكتر بالنسبة لبلدنا اذا شكرا استاذ صباح طيبي من دوبة وزارة الشباب والرياضة اذا دائما معا عمقادر امو عزيز عمقادر كنظل انه الان شاهدنا الحسن العباسي غادب واحد الارتيحة كبير على مستوى الصباق وربما واشغي حقرم حتى من رقم اولاده والسؤال ولكن اكيد انه يمكن بالتعبير نقول انه جايب وحده كي يسيطر على الصباق بدون مناسبة فكما قلت سيحسن فمن طبيعة الحال فحسن عباسي اليوم فهو مسايتر سيطرة كاملة على الصباق والحمد لله ما زال فري وما زالك يعني الريتم ديانه ما زال غادي مزيان فاكيد ان شاء الله غادي حققنا واحد توقيت اللي غادي فرحنا جميع كمنظمين دي الهدنس مراطن دي المدينة بركان بكل صراحة فكما قلت سيدا من دبا فكين هناك تغيير كبير وكين هناك انجزات كبيرة ومشاريع كبيرة تقدرت في منطقة الشرقية فبكل صراحة بعد ما نشيت بالامس يعني زيارة للناظور هناك احفير هناك بركان وجدة كين هناك امور تغيرات فهد الفضل كله تيرجع السيد هذه اللي هو بكل صراحة واحد سيد اللي هو رياضي وكيبغي الرياضة وتعونت الرياضة فانتمنى ان الناس دي المنطقة دي الجهة الشرقية انه مستغلوا الوجود له تسيد فاكيد ان شاء الله كل ما تقول باب دياله فهو غادي يخدم الرياضة بكل صدق وبكل يعني بكل جدية اذا دائما ننتظر عشر كيلو مترات في هذا السباق وصول عفوا واحد وعشرين كيلو متر بعد وصول عشر كيلو مترات معنا السي زاكي يوسف عن المجلس الاقيمي للسياحة بركان السي زاكي كنظن انه بالنسبة لكم التداورة هي تعريف من المنطقة الشرقية تعريف بامكانية سياحية وبان العديد من الناس يمكن ان نقول انهم يجهلون بعض الخصوصيات الجميلة دي لهذه المنطقة وهذه فرصة بخلال رياضة للتعريف من بالمنطقة ومن خلال هذه النقطة كذلك طبعة الحال هذا النشط الرياضي والتعريف الرياضية هو نكسب للأقليم والجهة ككل وطبعة الحال له تأثير اقتصادي وتأثير مباشر على المهانيين صحاب الفناديق صحاب المطاعم وهذه النشطة انا احبت انها تكون الاقل واحد جوج اولى ثلاثة المرات في السنة واحبي ذكاليك ان طوار وكتمشي الاسباقات في حالك كتكون في النظور لانها تكون في النظور جهازية حيام بامتياز وفي وجداء وفي جميع الولياتيق دي المنطقة الشرخية وهذا مكسب وهذا النشط الرياضي ممكن نغيل انصفقوا له وكذلك وندعموه وخاري معناوي وانا اخصت المدية المدى سيزاكي نظر ما اخصت نظر انه بالنسبة لهذا العمل كيقوم بالفطل العالمي يشام القرنش نظر انه المدينة كماشار السيزاكي تحركت طيلة هذه المدينة اقتصاديا العديد من الفناديق اللي ربما كان ماشي بنفس المال ولكن كذلك على مصور حركة تجارية في المدينة اذا حركة ريادية كتكون تنشط المدينة بكاملة كتشجيها بكاملة اذا نظر انه الفرصة لان تكوين هذه المبادرة مرات ومرات كما شرطي ثلاث مرات اربع مرات في العديد من المدن نشير انه حسن عباسي دائما يسيطر على الصباح دائما يواصل الصدارة لوحده دون منافسه وكندون انه يسير نحوه لم يتبقى له سوى دقائق للوصول الى نقطة النهاية اذا في المدارة المعروفة هنا بمدينة بركان بمدارة الليمونة يصل وبعد قليل بعد قليل سيصل هنا الى نقطة النهاية السيزاكي كندون انه الان الناس كيوعاو اهمية دي الفعل الرياضي في التعريف بمنطقة ايضا الابراز الامكانية دي هو كل نشاط اما رياضي ولا تخافي اللي ما عندوش تأثير مباشر ما عندوش قيمة هذا عندو تأثير مباشر بالنسبة لنا احنا كميانيين سواء على تأثير مباشر على الاقتصاد دي الاخليم وتانيين على التأثير مباشر من نسبة لنا كميانيين واتمنى ان شاء الله يكون واحد السباق ولو اصغر من هذا شوية في مدينة السعيدية بقبل الصيف ومر فصل الصيف ان شاء الله نعم اذا كانت لنا هذه فرصة كمياني شرتي سيزاكي انه هذه فرصة انه تنظم تطاورات اللي يمكن تدفع بالمدين السياحي اللي قد تكون مثال فارغة واحدة راحية تمام 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 ولكن حاول نشطها في الايام الاخرى العادية اذا دائما ان حسن عباسي في المصار يحاول لا اقول يحاول فهو سيده الميدان اليوم هو وحيد يسير نحو النهاية يسير بكل ارتاح ما لم تطلع المفاجأة ولكن انظن انه اي مفاجأة لا يمكن فنحن قريبين من النهاية وحسن عباسي هو قريب من الوصول من النقطة النهاية ليفوز بهذه التدورة الدولية كما شارسي زاكي كانظن انه نؤمن نعرف قيمة الرياض هذا اللقل التفازي يعرف ايضا في المنطقة يعرف بكل المناطق الشرقية وفيه بالتالي كل الناس ليس فقط ابطال العالمين ولكن ايضا لكل الناس وكانظن انه كل معنيين خاصهم الدفع بجولدين كل منطقة منطقة كل مكان لتحفيز هذا النشاط الرياضي هو تحفيز الرياضي ومعروف انه المنطقة الرياضي كان معروفة بحيلة سيحنية الجميلة كأن البحر كأن الجبال واتمنى ان يكون واحدة الماراتو في المناطق الخلفية ان شاء الله اشتفوغات ان شاء الله وانا ان شاء الله بجانب هشام ودعمه لماذا لا مدين مدين إن شاء الله شكرا بارك لاوفيك شكرا أنه جزيلا للدوزام لأن هذا النقل مباشير وهو مكسب كذلك للإقليم والمنطقة شكرا سيئو سيزاكي ومذكروا أنك عضو المجلس الإقليمي السياحي لمدينة رئيس المجلس الإقليمي السياحة للمدينة باركان إذن تمنى لكم توفيق جميعات في إطار العمل على مستوى شكرا إذن نعود عبدالقادر نظن أنه واش يمكن نقوله أن حسن العباسي عندما تزعام الترتيب عندما صار لوحده في السباق هل نقص إمكانية تحقيق الرقم القياسي طبيعة الحال فبقى لنا إلى وحدة خمسينيات المتر على وصول حسن العباسي فهو أكيد غير حقمنا الرقم اللي غير يكون ساعة سفر سفر إن شاء الله فالحمد لله أننا غير يتمكنوا وأننا نحطموا إذن العمل دينا الحمد لله كان إيجابي فهذا هو ما كنا نهدفو له فطلبنا الله سبحانه وتوفيق طلبنا أننا النهار يكون الجو بزيان الحمد لله ربي يعطينا الجو ورقم القياسي غير حقا إن شاء الله إن سنرى عبد قادر في هذه اللحظة في هذه الأداء يصل حسن عباسي وحيدا لنقطة النهاية لنقطة النهاية لفوز في نسبارطون مدينة إذن حسن عباسي وعد وحقق الوعد بتحقيقه هذا الإنجاز بفوزه وحيدا كنظر بأنه غا يكون فارق كبير على العداء اللي غا يجي في المرتبات الثانية والثالثة وما يلي إذن كنظر أنه ملاحظة لكباركي وصفين المتسابق عند عصر كيلومترات حسن عباسي وصل إذن حسن عباسي بطبيعة الحال حسن عباسي جنسي بحرينية هو الذي يفوز في صفاء بالنسب الماراتون الدولي في مدينة بركان بطبيعة الحال حسن حقق واحد الرقم هو رقم جيد وتنظن كيصنفوا من من العداء الأقوية عن صعيد العالمي ساعه 0-0-25 فهي نتيجة جد جد إيجابية ولا لنا إحنا كمنظمين ولا بالنسبة يعني المستوى دي اللي أنه عداء كما قلت لك كان عداء دي العشرة كيلومتر الآن كيطمح أنه إحنا بالخلال تجربة لعدناتي تستاشر معنا وذلك شي قلنا له وقس بتبدأ كتر ما شوية لنسبة الماراتون ومن بعد شوية بشوية يطلع الماراتون فتوقيت الحقق اليوم فكي أهله أنه إن شاء الله غدا تكون عنده الكلمة يعني في الماراتون فهو بطل كبير بطل كيعطي له ريادة ألعاب القوى كل حقها متأدب متأدب وهذا هو ولي خاص لأن الأخلاق يبقى ألعاب القوى فهذا هو مقصنا يكونوا معدائهم بحل هذا فنتمنون للتوفيق يعني في المسيرة الريادية ويمشي أنه يحقق أوقات جيدة في المغاطون وفي المحافظة الدولية فالأداء التاني كذلك هو كذلك من إيتوبيا هو يأكل تيس فالسي من إيريتريا هو يأكل في المرتبة التالية فهو توحد نتائج نقول هذه نتائج نتائج أولية